من هدي رب الكون ذي الرحمات من حكمة القرآن والنفحات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه والسن بسنته واكتفى أثره وسلم تسليما كثيرا أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني أخواتي في مستهلي هذه الحلقة من برامجكم وقفات حديثنا اليوم بعنوان الصديق المزيف تعلمون أن من أعظم الروابط في المجتمع المسلم هو رابط الأخوة الأخوة الصادقة الأخوة الحقيقية من أعظم مقومات بناء هذا المجتمع هو الأخوة الصادقة يعني الصديق الحقيقي يقابلها الصديق المزيف الأخوة المزيفة سأتحدث اليوم عن بعض صفات الصديق المزيف حتى لا نخدع حتى لا نقع في شرك هذا الصديق المزيف الإنسان إذا تدبر من حوله من الأصدقاء إذا تدبر الأسماء الكثيرة في جواله وفي مذكرته وفي ذاكرته أصدقاء كثر لكن الصديق الحقيقي منهم قليل الصديق الوفي قليل لماذا أتحدث عن الصديق المزيف حتى أعرفه والإنسان إذا راد أن يتقي شر أي شيء لابد أن يتعرف عليه ويعرف حقيقته ويعرف صفته وإلا إذا كنت لا تعرف ما هي هذا الشيء وحقيقته كيف تتحاشاه كيف تتقيه لهذا قيل قديما كيف تتقي وأنت لا تعرف ما تتقي الشيء الذي تتقيه تتحاشاه تجعل بينك وبينه وقايا إذا كنت لا تعرف كيف تضع بينك وبينها الحواجز وإذا كان من الأشياء المجبور عليها كيف تتعامل معه قد لا تستطيع أن تجعل بينك وبينه حاجز لكن كيف تتعامل معه أعود وأقول أن الأخوة الصادقة هي إحدى مقومات أي مجتمع والله سبحانه وتعالى أكد علينا في هذا المجتمع مجتمع المسلمين فقال سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا هذا هو التعبير الشرعي للصديق الوفي الأخوة الصادقة ها هنا مسائل قبل أن أتكلم عن صفات الصديق المزيف حينما أتحدث عن الصديق ويجري على لساني في هذه الحلقة كلمة الصديق فإني أعني الصديق والصديقة الرجل والمرأة الشاب والفتاة فحديثي عن عن الإنسان الصديق أقصد به الإنسان وكان ذكرنا وأنثى هذا واحد وحينما أتحدث عن الصديق لا يذهب بالك أنني نتحدث عن الصديق الشاب يعني يتصور بعض الناس نحن ما نتكلم عن الجليس السوء أو الصديق المزيف إننا نحن نوجه هذا الحديث لأبنائنا نعم نوجهه لأبنائنا وأيضا نوجهه لأنفسنا قد يكون هذا الصديق كبير في السن كم أعرف من الحالات وعرضت عليه في أثناء بعض الاستشارات الأسرية حالات ليست بالقليلة لرجال كبار تجاوزوا الخمسين وتجاوزوا الستين كانوا على خير وعلى صلاح وكانوا في حالة من الاستقرار في بيوتهم فتعرف على صديق صديق مزيف خطير خرب عليه حياته أفسد عليه عيشته تغير هذه الراحة التي كان يجدها في بيته ويوجدها في بيته فإذا به يتحول من حالة الاستقرار والطمأنينة والسكينة والمودة التي تجمعه مع أهله في بيته إلى حالة الشتات إلى حالة الضياء إلى حالة النفرة نفر من زوجته نفر من أبنائه والسبب تبحث تجد هذا الصديق المزيف الذي تعرف عليه على كبر كبير تجاوز الستين تعرف على رفقة جديدة ضيعته فحينما تحدث عن الصديق المزيف ليس بالضرورة أن يتحدث عن الشاب الصغير وإنما تحدث عن الصغير وعن الكبير وعن الذكر وعن الأنثى حينما أتحدث عن الصديق أتحدث عن صديق الحي أتحدث عن صديق الدراسة أتحدث عن صديق العمل أتحدث عن الصديق النوع جديد من الأصدقاء والصديق الذي تعرفت عليه من خلال مواقع التواصل وهذا خطر والذي أخطر منه الصديق الذي تعرفت عليه من خلال برامج الألعاب وهذا أخطر ما يهدد أبنائنا اليوم أصدقاء يخرجون لهم عبر مواقع التواصل أو عبر برامج الألعاب وهم من أخطر الأصدقاء الذين يدخلون على أبنائنا وبناتنا واسألوا ماذا يحدث عند بعض الأجهزة التي تتابع هذه القضايا المستمرة كم من أعراض هتكت وأموال سلبت وعقول أفسدت بسبب هذا الصديق المزيف كذلك أؤكد أيضا على قضية أن الله سبحانه وتعالى خلقنا وبين لنا الصفات الصديق الحقيقي الوفي والصديق المزيف وأمرنا أمر بالصديق الوفي الحقيقي ونهانا نهي واضح عن الصديق المزيف وأمرنا أن نقرأ هذه الآية اسبوعيا على أقل تقدير في سورة الكهف في سورة الكهف ربي سبحانه وتعالى أمرني وأمركم فقال سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم هذه شريحة في المجتمع هذه شريحة في المجتمع شريحة من جعلوا ذكر الله تبارك وتعالى حاضرا في قلوبهم وعلى ألسنتهم وفي مجالسهم فالله سبحانه وتعالى أمرني أن أصادق هؤلاء وأمرني أن أصبر نفسي هذه النفس لا تريد هذه البيئة هذه النفس لا تريد هذه الحاضنة الحاضنة الطيبة الحاضنة التربوية الصادقة فالله سبحانه وتعالى يأمرني أمرا أن أخالف هذه النفس فقال واصبر نفسك مع الذين واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم لا تصرف نظرك عنهم فبعدما أمرني نهاني سبحانه وتعالى وقال وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا قال واصبر في مطلع الآية وقال وَلَا تُطِعْ في آخر الآية فأمر الله سبحانه وتعالى أمرنا وبيّن لنا الطريق وإلا هذا الإنسان الذي لن يأخذ يعني هناك من يدرك هذه الحقيقة يعرف هذه الحقيقة تراه من أهل المسجد تراه يحافظ على صلوات الجماعة يحافظ على صلوات الجمعة ويقرأ القرآن ويمر كل أسبوع بهذه الآية واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زينة الحياة الدنيا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَقْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطَ لكنه ما أخذ بها تعرف على مجموعة أصدقاء جدد وهم الأصدقاء المزيفون فهلك بسببهم ماذا يحصل يوم القيامة؟ يوم القيامة يتحسر الله يا أخوان هذا القرآن قد أبان لنا كل شيء ربي سبحانه وتعالى أبان لنا في كتابه كل شيء يوم القيامة سيتحسر والله سبحانه وتعالى صور لنا صورة هذا المتحسر فقال سبحانه وتعالى وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَدْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا بس ما ينفى له يضيديه يتحسر يبكي خلاص هو كان على طاعة يعني والله يا أخواني يا أخواتي عندي حالات أراها وأسمع بها في كثير من الاستشارات حالات كان الرجل في حالة من الاستقرار النفسي استقرار في بيته استقرار في وظيفته واستقرار في دينه تعرف على ثنين ثلاثم ما أضيئه سأعود أتحدث عن هذه النقطة لكن أخرج وإياكم في فاصل ثم نتواصل فانتظرون الحمد لله وصلى الله وسلم ومبارك على رسول الله نعود من جديد لنتحدث عن الصديق المزيف قلت قبل الفاصل حينما أتحدث عن الصديق أتحدث عن الشاب والشابة وعن الرجل والمرأة كم تعرفون وكم أعرف من امرأة صالحة كانت تعيش في بيتها كالملكة وفي راحة تامة وتعرفت على صديقة صديقة مزيفة ينطبق عليها ما جاء في قول الله تبارك وتعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء الله سبحانه وتعالى صور لنا فئة من الناس وقعوا في الكفر فأراد أحدهم أن يوقع الآخرين فيما وقع فيه كذلك بعض الذين وقعوا في الفجور والمعاصي والذنوب تصادقه وتقول أنا عندي ثقة في ديني تصادقه هذه المرأة أو تصادقها وتقول أنا على ثقة من ديني وهذه كلمة خطيرة لا أحد يقولها لا أحد يقول أنا على ثقة من ديني فالله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشعر الله سبحانه وتعالى ذكر لنا حالات في كتابه الكريم منها قوله سبحانه وتعالى فتزل قدم بعد ثبوتها هناك قدم كانت ثابتة ثابتة على الصلاح وثابتة على العفة وثابتة على الحشمة وثابتة في كينونتها في بيتها وفي إطار هذه الأسرة الآمنة فتزل قدم بعد ثبوتها زلت القدم ثم تقول أدركوني الآن أدركوني بيت هدم وقع عليه الطلاق صرت أنا في جهة وطليقي الذي كنت أحبه وتزوجنا فترة زواجنا هي أجمل فترات حياتي صار بعيد عني وأولادي بعيد كما قلت قبل قليل نبحث عن السبب نجد هذه الصديقة المزيفة أما إذا عرضنا لذاك الشاعر قال قال بيات جميلة صراحة قال إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم يعني القرآن يدلك على ما في خير لك السنة تدلك على ما في خير لك حتى الأدباء والشعراء والكتاب لهم مثل هذه الرسائل الجميلة يقول إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي عن المرء لا تسل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي الإنسان سفنجف سبحان الله لا يقول الإنسان أنا قوي لا تخفون علي مثل ما يقول بعض الأبناء مثل ما تقول بعض البنات والدها يوصيها يا أي أم حطي بالت تقول يا أيبل أتخاف علي لا أخاف شو أم أخاف أخاف عليك و أخاف على أخوت و أخاف على نفسي فمن خاف أدلج و من أدلج بلغ المنزل سواء كنا في هذا الزمن الذي نعيشه أو حتى لو كنا في زمن النبوة على صاحبها الصلاة والسلام لا بد من الخوف لأن الإنسان إذا خاف احتاط وتبصر بخلاف بخلاف الذي يترك الحبل على الغارب و يقول لا تخاف علي لا أخاف أخاف شو ما أخاف أخاف على البنت و أخاف على الولد و أخاف على نفسي يقول إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم و لا تسحب الأردى فتردى مع الردي عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي رسولنا الكريم صلوات ربي و سلامه عليه يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أول ما يؤثر فيك الصديق المزيف يؤثر في دينك أول أول سهم يقع من كنانته نحوك أو ينطلق من كنانته نحوك في دينك المرء على دين خليله كان يصلي و يحافظ على الصلاة في مسجد ترك الصلاة كان يقرأ القرآن ترك القرآن لهذا الآية التي كنت أقرأها لكم قبل الفاصل لما يقول ربي سبحانه و تعالى و يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني كنت في بحبوحة الذكر كنت في مجتمع الذكر كنت في حاضنة الصلاح و الإصلاح و الإصلاح و التدين كيف أنت حولت؟ لقد أضلني عن الذكر لابد أن تتأثر لهذا علماؤنا كانوا يقولون الشبهة خطافة الشبهة خطافة لا تعرض نفسك للشبهة و لا تعرض نفسك للشبهات و لا للشهوات تخطفك مقولة تسمعها من صديق تغير وجهة نظرك إلى الأسوأ إلى الأسوأ و اسألوا الآن الآن و ربما يشاهدني بعض الزملاء و الأخوة الآن في السجون أو على السرة البيضاء في المستشفيات الآن يشاهدون هذه الحلقة اسألوه كيف دخل السجن كيف وقع في هذه الجريمة ستجد أول ما يقول تعرفت على واحد أو تعرفت على مجموعة والله كنت يعني محافظة على صلاتي كنت في شور الوالد و كنت في عملي ناجح و كنت في منصب مرموق قد يكون كبير كما قلت قبل قليل يعني عمرها 45-50 سنة تعرفت على مجموعة و أين تعرفت عليهم قال الله كنا في سافرة سافرنا و و تغيرت كيف صدقت قلب أو ما رشل سووا لي كلاب سحر هذه الشبهة خطافة الشبهة خطافة كلمة واحدة يقول هنا لك تضيع يعني ماذا أفعل تحتاط تخاف على نفسك أعمارنا كم 60-70 اللي بيطول عمر 80 حافظ على نفسك هذا الثمانين حتى تنجو هناك و إلا في النتيجة هناك تقول و يوم يعض الظالم على يديه يعض على يديه من الحسرة و الندم المرأة كانت على خير ملتزمة بحجابها و حشمتها تعيش تقول هذه المرأة تقول لي أنا كنت أعيش في الجنة في جنة زوجي و أولادي و بناتي كيف تعرفت على هذه المرأة كيف أخرجتني من هذه الجنة ما أعلم نعم و هذه صور مرت عليه في حياتي من خلال هذه الاستشارات صور ليست قليلة و السبب هذا الصديق المزيف لهذا قيل يقولون الصديق المزيف كالعملة المزيفة ما تعرفها إلا عند التعامل العملة المزيفة مدامها في صندوق و في شنطة و مخشوش ما حد اكتشفها تعرفها عند التعامل إذا تعاملت معها أدركت حينها أنها مزيفة و يقولون أيضا يقولون الصديق المزيف كالظل معك في وجود الشمس فإذا غابت الشمس و حل الظلام ما ترى صديقك المزيف لا يمكن أن تجد صديقك المزيف عند 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 اشتداد الأمور عند ما تحتاجه لهذا قال القائل لا خير في ود مرئ متلون إذا الريح مالت ما لحيث تميلوا و ما أكثر الأخوان حين تعدهم و هم في النائبات قليل افتح ترفونك شوف فيه ألف اسم يمكن ألف اسم في جوالك لكن عند النائبات ما يخطر على ذهنك و بالك إلا اثنين أو ثلاثة فيه ألف اسم ما يمكن ما يمكن أن يعني تجدهم في النائبات إلا هؤلاء الثلاثة الأربع القليل و أيضا هناك حديث الحديثي طول عن هذا الموضوع سأتحدث عنه بعد هذا الفاصل فاصل ثم أتواصل معكم فانتظرون حياكم الله أخواني أخواتم جديدة و حديث عن الصديق المزيف لندخل أكثر نقترب من من الصديق المزيف نتعرف على بعض بعض ملامحة و ليس بضرورة تتواجد فيه كل هذه الصفات لكن جزما ستجد فيه واحدة من هذه الصفات الصفة الأولى في الصديق المزيف أنه يشمت بك عند عند نكبتك و عند إخفاقك و يظهر هذه الشماتة يظهر الشماتة بك عند عند إخفاقك أو إخفاق من تحب من أبنائك وأهلك و هذه علامة بارزة ظاهرة تجعلك تترك هذا الرجل و تتركين هذه الصديقة الذي يشمت بي عند فشلي عند إخفاقي عند أي نكبة تحصل لي نقول للشامة يقول عليه الصلاة والسلام لا تظهر الشماتة بأخيك فيرحمه الله و يبتلك الشامت الشامت سيبتلى و المشموت به سيرحم لا تظهر الشماتة بأخيك فيرحمه الله و يبتلك هذه إحدى العلامات العلامة الثانية الصديق المزيف إذا ما وجد شيء يشمت به بدأ يبحث عن عوراتك و يبحث عن أخطائك التي كانت في الزمن الماضي أنا قلت في حلقة سافقة بعض المرضى يعيشون مرض نفسي هؤلاء يتمنى أن يعرف عنك كل شيء فيما مضى من حياتك يعرف زلاتك يعرف أخطائك يعرف هفواتك يعرف ماضيك ماذا كنت تفعل و السبب ليجعل ذلك مصدر لتعييرك في يده أو مصدر لإيذائك في يده و يقول ليس الآن ولكن حينما تتخلى عني و عن صداقتي فالصفة الأولى يشمت بك فيما هو موجود الآن و الصفة الثانية يحاول أن يبحث عن أخطائك يروح يدور عن أصدقائك القديمين كيف كان فلان كيف كانت فلانا أو يبحث عن كتاباتك عن تغريدة لك قبل عشر سنوات أو خمسة عشر سنة يدور في ماضيك هذا صديق مزيف هذا يريد يريد أن يجعل في يده شيء يؤذيك يعيرك به لهذا نبينا عليه السلام يوم من الأيام ركب المنبر تدبروا أخواني أخواتي يعني تصوروا الرسول عليه السلام يصعد المنبر من تحت المنبر صحابته الكرام فيوجه رسالة للصحابة وللأمة من بعد ذلك يقول يا معشر من آمن بلسانه ولم يفضي الإيمان إلى قلبه لا تؤذو المسلمين ولا تؤيروهم ولا تتبعوا أوراتهم هذا لدور بحث ولا تتبعوا أوراتهم فإنه من تتبع أورة أخيه المسلم تتبع الله أورته ومن تتبع الله أورته يفضح ولو في جوف رحله فيحذر الإنسان يحذر من هذا صفته إما شامت أو أنه يبحث عن الأثرات ويفرح بالأثرات سبحان الله فإذا وجد شيء شمت ما وجد شيء بحث عن الأثرات الصفة الثالثة يتحدث عن أخطائك متظاهرا بنصيحتك صديق مزيف تركه هذا خطير هذا هذا مريض فيه إجرام داخلي يتحدث عن أخطائك في المجامع في مجلس أمام الناس يتظاهر بنصيحتك وهو يريد فضيحتك يريد أن يحرجك فجعل من النصيحة سلا يصل به إلى فضيحتك هذا لا يستحق لا يستحق أن يعطى وقتا وقتا وصادقه فيه أن يعيش الإنسان بمفرده خيرا له من أن يعيش مع من يضمر في نفسه أن يؤذيه إما بشماته أو بالبحث عن العورات أو بالفضيحة المغلفة بالنصيحة فلان طيب لكن فيه هذه الإشكالية من الصفات أيضا يعني تصور نذكر هذا القصة قصة جميلة صراحا نبينا عليه الصلاة والسلام ويا جمال السيرة يا جمال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا تلتفت يمي شمال لا تتكلف في موضوع إلا وتجد حدثا بارزا يمكن أن تستشد به نبينا عليه الصلاة والسلام يؤتى له برجل قد شرب الخمر نبينا عليه الصلاة والسلام يعني يقول ضربوه يؤدبه فيقول راوي الحديث فمنا الضارب بيده ومنا الضارب بثوبه واحد تجاوز الأمر النبي عليه الصلاة والسلام قال ضربوه يعني من باب التأديب يعزل هذا الإنسان مدمن قال ضربوه بس بن قسين ضربوه فأحدهم ضربه بيده أحدهم ضربه بثوبه واحد تجاوز الأمر فقال قبحه الله ما أكثر ما يؤتى به على كم مرة يجيبون تلفظ عليه نبينا عليه الصلاة والسلام غضب غضب على هذا الذي تجاوز غضب على هذا الذي قال قبحه الله مع أكثر ما يؤتى به فقال صلى الله عليه وسلم لا تقول هكذا يعني تدعو عليه أن الله سبح تعالى يقبح قبحه الله لا تقول هكذا لا تعين عليه الشيطان ولكن قولوا اللهم اغفر له اللهم ارحمه هذا الصديق الوفي الحقيقي ما ينتهز أي فرصة حتى حتى يؤير صاحبه حتى يشمت بصاحبه قال لا تقول هكذا هو قال ضربوه انتهى خلاص هناك حد أنت تجاوزت الحد بلسانك قال لا تقول هكذا لا تعين عليه الشيطان ولكن قولوا شوف يقول لا تقولوا ولكن قولوا لا تقولوا تعين عليه الشيطان ولكن قولوا اللهم اغفر له اللهم ارحمه هذا الذي تقولونه من صفات الصديق المزيف الذي يظهر لك بوجه ويبطن وجه آخر هذا الصديق المزيف أمامك يا الله غير فقط يخرج أو تخرج أنت تغير عندها عدة وجوه ما بوجهين ولا ثلاثة ولا أربعة عنده قدرها أن يمثل يتصنع معاك بوجه معاك فلان بوجه وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون هذه صفة المنافق الذي أخبر عنه نبينا عليه الصلاة والسلام قال شر الناس ذي الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه هذا خطير متى ما علمت ذلك فاقطع حبالك عنه ما يصلح من صفات الصديق المزيف الصديق المفتري المفتري الذي يفتري عليك يفتري عليك الكذب يقول فيك ما ليس فيك وهو سبحان الله يعني ربما يحلف أنه يحبك بعضهم لا يتورع أنه يحلف يقسم بالله أنك أنت عز أصدقاء وأنه يحبك وأنه يودك لكن لا يتورع عن الافتراء عليك يقول فري عليك شيء ما صار ويتناسى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال في مؤمن ما ليس فيه حبسه الله على جسر جهنم على جسر جهنم اليوم واحد فينا لو على أي جسر من الجسور اللي عندنا توقف الشارع وزحمة السيارات توقف السيد خلاص توقف عشر رقائق وفي سيارته مكيف شغال وبعد عشر دقائق يتجاوز يمكن يشعر من الضيق فكيف بالذي يحبس على جسر جهنم جسر جهنم أحد من السيف عدق من الشعرة ونار جهنم تحته ويرى من يسقط في نار جهنم هتعرفوا من قال عليه الصلاة والسلام من قال في مؤمن ما ليس فيه من قال في مؤمن ما ليس فيه أو قالت في مؤمنة ما ليس فيها حبسه الله على جسر جهنم هذا الذي يتكلم في المجالس ويتكلم في المكاتب المغلقة اللي نمنم يأتي هنا وينم ويأتي هنا وينم على فلان وعلى فلان وإذا قابل صاحبه يا الله فهو الصديق الوفي وهو كذاب كذلك وأختم بذلك من صفات الصديق صديق السوء احتقارك والترفع عليك صديق المزيف دائما ستجد فيه هذه الصفة أنا قلت قبل قليل ليس بالضرورة أن تتواجد فيه كل هذه الصفة صفة واحدة تكفي احتقار صاحبه والترفع عليه ترفع عليه ترفع عليه في في نسذة ترفع عليه في شكله ترفع عليه في غناه ترفع عليه في وظيفته هذا صديق مزيف ما يصلح أن يكون صديقه ما يصلح أن يدخل في دائرة أصدقائي وكما قلت قبل قليل أن يعيش الإنسان مع اثنين وثلاثة واربع يحبهم ويحبون يذكرهم ويذكرون يعينهم ويعينون يمشون معه على هذا الصراط السوي الموصل إلى رب العالمين إلى جنات النعيم خيرا له بكثير من أن يجمع من الأصدقاء يجمع من الأصدقاء فيدخل في هذا الجمع هؤلاء المزيفون أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم السداد والرشاد إلى أن ألتقي بكم بإذن المولى تبارك وتعالى في حلقة الأسبوع القادم استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من هدي رب الكون ذي الرحمات من حكمة القرآن والنفحات على الأوف ترجمة نانسي قنقر شكرا